اشتركوا في القناة اليوم اقدم لكم وصفة باذن الله فعالة لعلاج جرثومة المعدة وجميع مشاكل المعدة ايضا تقوي جدار المعدة الداخلي وتخلصنا من ديدان الامعاء وتعمل ايضا على تدبيغ المعدة وتقويتها هذه الوصفة الطبيعية مكونة من العرعار الجبلي وإكليل الجبل هذا هو اكليل الجبل طريقة الاستعمال اولا نقوم بوضع اكليل الجبل والعرعار في كوب أو إناء كبير نقوم بنقع اكليل الجبل والعرعار في ماء يكون دافئ ماء يكون دافئ أو من الأفضل أن يكون ماء مغلي ونقوم بنقع العرعار وإكليل الجبل نقعهم في الماء المغلي لمدة 24 ساعة بعد ذلك نشرب قبل النوم نشرب مقدار فنجان صغير فنجان صغير قبل النوم لمدة 15 يوم أو شهر يعني بإذن الله ستشعرون بتحسن نقوم بوضع الماء المغلي على العرعار وإكليل الجبل بسم الله هكذا نتركهم لمدة 24 ساعة قبل أن نضع العرعار وإكليل الجبل في الماء المغلي نقوم بغسلهم نقوم بغسل العرعار وإكليل الجبل غسلهم بالماء جيدا بعد ذلك ننقعهم في الماء المغلي نغطيهم لمدة 24 ساعة بعد ذلك نشرب فنجان صغير قبل النوم مباشرة يعني آخر آخر يعني عند النوم مباشرة بعد ذلك ننام مباشرة لمدة شهر إن شاء الله ستكون قد أفدكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته